اشتركوا في القناة من بعد الباتش اللي فات والريورك اللي صوووه اتوقعنا انه نشوف له مرة كثير ونشوفه في الجنغل الظاهر الظاهر والباسيف الجديدة حقته اللي سووها ما تخليه يقدر يلعب بيها جنغل زي الناس لانه كل ما يجمع البلدويل حقه اللي هو الباسيف حقه لما يتنقل من كامب لكامب يخسرها مرة بسرعة فبيحاولوا انهم يعادل الكلام هذا لانه الى الان يعني حاليا اتركس وضع ما هو مزبوط لقوا عندوا شوية مشاكل المشاكل هادي يبوا يعدلوها ويزبطوها ونشوف ونشوف بعد ما يسلو حيطلوه البلدويل كامل على طول مرة واحدة من البداية بعد ما يسلو هذي بس مشاكل كده تصليحية في بلدويل والباسيف كيف تشتغل هذه المتحجزة الى الى الوضع المتحجز هذه بيقلوه اللي نزلوها لكي كان مرة ضعيف قمو قووه شوية الهلث حقه تزودوه من بدات القيم 500-37-580 فهذا هذا ذاك النار عطلو الروبي كريستل صغير يا شباب يعني ايتم قيمتها 400 جولد يعني من بداية القيم فهذا بوف عشان الهلث حقه هذا البوف ما هلاله مشاكل الموجودة حاليا بس أقلها هتخليه في السولو كيو يتلعب أكتر حبتين بالذات في التوب الكيو زودوا نقصوا الكل دون حقها فبرضو بف على الكيو الكيو عارفين يا شباب اللي هي الجمب 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 ما تستفيد منها في الجنج القد ما تستفيد منها في التوب ويمكن ما تستفيد منها في بداية القيم إلا في بداية القيم أكثر من نهاية القيم يعني اللي فرق ثانية واحدة فما تفرق الW زود البيس دامج حقها من 30 إلى 150 لـ 45 إلى 150 فاللي بيقولوا إن هم يبغوا يزودوا الـ early capability أو الـ early game حق الـ champion هذا ويخلوه شوية يقدر يتفاعل مع الـ champion لسه ما زلت أقول الـ champion هذا أظن يعني خربان شوية لو الناس عرفت تلعبوا لو الناس بدأت تلعبوا بالذات بعد الـ rework الجديد هيكونوا مرة متعبين في التوب لين بس خلينا نشوف برضو بعد الـ patch اللي فات وصووه الـ rework البسيط الصغير اللي سوولوا إياه قدوا له بفزي هذا أنا ما نفاهم ليش زي ما قلنا بشكله فيه واحد في الـ silver bronze مبسوط تلعب شوقات هم من الناس اللي سووا الـ update هذا وقال والله أنا أحب شوقات وأبغى أديله بفات وأبغى وأبغى ألعب بي زي الناس طبعا أي شيء من البفات هادي اللي شفناها ما تخليه يلعب في LCS زي ما احنا قلنا فهذه البفات بس حتى لـ solo Q ما بقول لكل الـ solo Q حتى للـ oil اللي هو برونز و سيلبر ومممكن لأنه لازم لازم يفرن مرة كثيرة في كل حالات البونو سلثة اللي صاروا يزيد ثمانين مئة وعشر مئة وعشرين خلوه ثمانين مئة وعشرين مئة وستين أول من المينيونز طبعا إيش كانوا يبقى تسوي الـ R لما نسويها على المينيون تستك تيقلك ستاك واحد كان خمس ستاكات أكتر شي على المينيونز للحين زودوها ستاك واحد فيعطوك أريحية شوية تنبسط وتجيبها الزيادة في فيدل ستيكس الدولو طبعا برضو إحنا عارفين فيدل ستيكس ما نشوفه في LCS ما عنده قانكينج باور ما عنده إيرلي هذا الـ الـ تحققه دائما مرة غالي معنه هو جنغل ففي عنده مشاكل كثيرة في الجنغل عشان تلاقي FLCS فحنشوفه في السولو كيو زي ما هو اللي زودوه إنه والله زود الرينج حقها اللي هي الكيو والفير زود الرينج حقها وهذي بتعطيله شوية بافي ممكن في الجنغل ملا حتى في السابورت لو بتلعب السابورت ممكن تتبسط بيه والدرين هذي اللي تغييره صراحة اللي صارت مرة حلو حق واحد ومات ولسه العبليتي ما خلصت أي شيء أي وقت باقي من العبليتي من الشفط حيتحط حينشيد من السيدي حقتها لما تفتح مرة ثاني فمسلا جيت على واحد سويت عليه الدبل ومات الوقت اللي باقي من الدبل حقتك حيخصموه لك من الوقت حق السيدي حق الدبل بعد كده قنار برضو خرج من الميتة الأساسية يعني ما عند قاد تير صار يعني فيرس تير ولا سيكن تير وعشان حتى الماتشابس اللي صارت ثلاث ارباعها فوق والله قنار لسه كويس عليها بس الكم نيرف اللي اخذوا الباتشات اللي فاتت خلتوا ينزل شوي وخلت فيكم تشامبيون أحسن منه فالليسوه ده حين بيحاولوا بس كده طلعوا تكة بسيطة فزودوا الهاتريجين حقه لما يكون في مني نار من 2.5 ل 4.5 هذا معناه مرة كثير هذا معناه 5 per second قبل الرجع الأولى 150 180 هل تقريبا يرجع قبل لفل خمسة ولا قبل الستة فحتعطيله زي كأنك اشتريت بوشن ولا اثنين بوشن تقريبا زيادة health region growth stat يزيد كل ما لفلت من 0.5 لفاصل 0.7 health region وهو ميقنار نقصوا من 6.5 ل 4.5 health region growth stat نقصوا برضو من 3 فشالوا شوية من الميقنار حطوه في المينار على اساس انت تراد اكتر الوقت اللي تجلس تصرفه وتجلس تصرفه في مينار فيبغوك تلعب يبغوك تجلس في اللين والماتشابس اللي دايما تبهدلك في اللين لحين تقدر تتعامل معها حبتين bug fix now q another spell during وهو بيسوي ال e عشان هو كبير كده يسوي ال e يتحرك حركة كبيرة ففي نفس الوقت ممكن تبدأ العبارة اللي بعدها تبدأ العبارة اللي بعدها misfortune الباتش اللي فات كل الناس فاكرين سووا لها got q عدم وامها نزلوها لاخر الدنيا على اساس انه كانت مرة و p صراحة في اللين وعلى اساس فشالوا ال q عليها وشالوا منها الفاكرين death fired nerf فبيحاولوا يسوي لها balance ويرجعوها حبتين زودوا ال ratio على ال total attack damage على ال q حقتها من 20.85 الواحد وزودوا ال damage late game حقها شوية يعني هنا يعني 20 ال 80 صار ل 20 ال 100 فال early game حقها ما زال احسن مر يعني موها احسن كتير لانو ما عندك total attack damage ما عندك attack damage مرة كتير في البداية بس لا تنسوا ان total attack damage تاخد من ال base attack damage حتى حقك فزاعدوا شوية early game زاعدوا كتير late game عشان بيحاولوا يرجع cast range now adjust based on miss fortune attack range هذا الشي جديد ال cast range حق ال q كان اول يعني ما ي لما تجيب مثلا لو شريت ايتم زي ال rapid fire cannon ما يزيد range حق ال q بس ال range حق ال auto attack ده حين صارت عادلة ما انت ما تبني rapid fire على على miss fortune لانو miss fortune ما هي auto attack champion بس بيقولوا لك انو والله لو اخد اي ايتم اي حاجة تزود ال range طرح ال range حق ال q حيزيد معها no longer briefly pauses after casting double up هذي هذي من الحاجات اللي تخليها مرة smooth اول كان لما تسوي ال q كان ممكن بعدها توقف في ذا شوية وتتحرك ال e نفس الشي كان بعد ما تسوي ال e ممكن بجرة توقف وتتحرك ده حين لا خلوها مرة smooth فتضرب وتمشي على طول فهذي هتعطيك better animation cancel يا شباب ها تكرت سوي animation cancel احسن بكل وسط اوريانا ال e هاي حقتها غيروا فيها حاجة اذا كنت حط ال e اللي هي تحق shield على واحد ولا على نفسك او sorry holding the ball it now drops in place if an ally dies اذا حطيتها على خويك وخويك مات وهو في نصة team fight كانت اول البول ترجع عليك ولازم ترجعها انت مرة ثانية اذا حي لا لو مات هتنزل في الارض محلة فلازم تنسى اذا كنت مينورياني يا شباب لا تنسى انه لو حطيت البول على واحد ومات هتنزل في الارض فاذا تبقى ترجع على نفسك لازم ترجعها اوكي وبس طبعا هذا نبو نعتبره بف ما هو نرف لانه في حالة team fight يعني في الحالات العظمية هيكون فيه team fight لما تسوي team fight وخويك مات كتير اوريانا شفتهم خويك مات قبل ما تسوي الالتي وفجأة كده الكورة رجعت عليك وسويت الالتي على نفسك لحين لا حتجي محلها في المكان اللي هي فيها فالانتراكشن حقها صار احسن اوكي وين base attack speed عشرين لأربعين انهاري براك انهاري البروك انهاري البروك لحين عشرين لتمانين في المية ام ما زال كون برا الادي سي لا تفكروا تلعبوا اي دي سي شباب هذا البف ممكن بف احسن له لو لعب jungle ام top ممكن بس jungle احسن الW زاد البونس attack speed حقها هالليت جيم مره مطبئة تمانية عن هاري ار براك لما تسوي براك للباسف اظن yes مور اترك speed ال E ال R هاري ار براك ال R نقصوا ال اش اسمه التوتال دامج حق التوتال اتاك دامج حقها من مية الاربعين في المية قمان يفرق كتير after putting at least one point in behind the enemy lines Quinn respawns as valor after death for the rest of the game هادي هادي فلا ام حاليا باللي ثالثة بلت Quinn يسوي لك overkill يا رجل بالذاتة اذا كنت واحد من squishes يجي طاير الف يفق ghost ولا يفق يبومه ويفق edge of night ويديك واحدة E واحدة auto attack تنفجر فهي already damage اللي كان بيسويه صراحة مطبيعي و overkill هذا بس خلاله بلاس شوية ما زال حيكتر squishes نفس الطريقة هذا buff للتوب وللجنجل وهذا nerf لل roaming potential حقه بس ما اظن يفرق اذا بتلعب ما اقول damn squishes ما التعديل هادي بس balance of life يعني quality of life yes quality of life ما يفرق late game يا شباب الدامج هذا ما يفرق you already overkill انت already تسوي overkill مو طبيعي فيمكن لازم تسوي auto attack زيادة واحدة بس which is fine بالذات لما يكون عندك اللي ثالثة ايتمز واحدة اتتاك زيادة عشان تكتل الشخص اللي كنت تكتلوا بضربتين حتكتلوا بثلاتة بس ناد دابقة بديل اوكي فارس لا تنس فاكرين يا شباب الباتش اللي فات سووا nerf برضو death fire grasp وسووا nerf اي شوية من ال items حقه الثالتي يعني سووا سووا buff nerf للثالتي شوية عشان يغيروا عشان يسووا بارنس للشامبينز اللي هما حقوا اللي ثالتي لانو فاكرين كانوا جينوا في 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 العائلة العظمة الكيو كانت سوي cooldown refund after blight لو سويت اللي هي حقتك يعني على طول يشيل اربع ثواني من الكيو حقتك كل ما زالت كل ما قلت يعني كل ما نقصت لحين تخلوها اربع ثواني ثابت ليش كانت الفكرة انو كانت الكيو يعني بالزات في تجيب مانا وتجيب وكل كيو تسويها واربعات كيو 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 يبوي يقلل كلام هذا ويبوي يسوولو ويبوي الناس العبو شوية او تواتاك بلد لان هو تعرفين الباسف الجديدة حقته حقته حقت الاتاك بقال لك يبوي يستخدم الاتاك يبوي يستخدم الاتاك ما يبوي ما يبوي ما يبوي بعد كذا الوارلوارد بعد ما نزلوها الباتش اللي فات التغيير الجديد اللي شفناها فيها كانت تفاكريني شباب كانت في عندهم مشكلة في الوارلوارد الوارلوارد قالوا لك لما أول كيف كانت تشتغل كيف اللايف ستيل يشتغل اللايف ستيل يشتغل لو ضربت شامبيون ايش مكانت شامبيون أو منيين أو واتفر الدامج اللي تسويه على شامبيون هو اللي يجيب لك لايف ستيل تأخذ اللايفستيل حق الستة بدل ما تأخذ عشرة معينه نفس الشخصة اللي قدامك فكان لما تضرب مينيون تأخذ هلث أكثر لما تضرب تشامبيون فقال لك لا ويعدلوها بطريقة إنه هي تكون مرة كونسيستنت ثابتة أداءها ثابت ما يتغير كل شوية ليش؟ فيش قال لك؟ فقال لك حتيطيك من بدل ما واحد لخمسين في المئة حتيطيك تراتة لأربعين في المئة من الأتاك دامج حقك إنتك ما يطالعو في الدامج حق الضربة يطالعو في إنتك كم عندك أتاك دامج عندك ثلاثين عندك ثلاثمئة أتاك دامج خلاص دائما يجيك طبعا على حسب اللي ذلك في القيم لا نهاية القيم لا دائما يجيك أربعين فيه خلاص ثوان ضربت مينيون ولا ضربت تانك بما كرت تانك عنده أرمر بالهابل أوكي؟ فهذه بف لكل الناس اللي عندهم وارلورد وهذه تنفع وهذه تخلي الوارلورد مرة كونسيستنت ثابت دائما أحسن طبعا الشيء الزيادة اللي عملوها فيها إذا سويت كرت نفس الضربة اللي رجعت لك الهيلث هذا الهيل حيكرت يعني اوكي؟ فإذا الضربة اللي انت بتسويها اللي رجعت اللي سوت لك بروك للوارلورد إذا جات كرت هجيك دبل كرت هجيك دبل هيل فهذه هي هجيك دبل كتلين ومشتغلين كثيرة كانوا ما يلعبوا وارلورد ههم يمكن يلعبوا وارلورد جني يا عيال حيلعب وارلورد ههم انا انا i think we should play gen crit with warlord we should we should ال red في الجنجل قرروا انه نقصوا الماجيك رزيست حقه على اساس consistent مع البلو فاكرين يا شباب المليه يكتروا ال red اسرع مما يكتروا البلو والمليه اللي هما physical damage او مش المليه ال physical damage dealers يكتروا ال red اسرع من البلو وال ap junglers يكتروا ال blue اسرع من ال red كانت هاده ميكانيك على اساس يبون الناس اذا مستعجلين يساوي clear path مرة بسرعة يروحوا يكتروا ال champion اللي اسهل لهم ده حين صار ال red ينقتل اسهل حبتين بال magic dealers وما هيفرق ما هيغير ولا شي ما اظن هاده يدير اسرع لها ايه معنا ال option must be significantly reduced in size larger metric of resolution smaller size reductions هذه منها المنيه option بس اغروا حجمها that's nothing rotating game mode هيكون عندنا attack defend repeat siege blasts back and rotation ال next siege هيجي في rotation يوم 24 يوم 28 يعني اللي هو الاسبوع الجاي والاسبوع اللي بعده سبوعان واربعه هيكون في next siege عيال click client changes improve performance improve performance low spec mode mastery page should now work more smoothly in both يعني hopefully بعد التعديل هذي تفاكريش اذا كل شيء افتح الماستري واختارها وبعدين اقفلها ترجع تتعدل بيقول وصلح ان شاء الله صلحوها في release هذا وي rebuild the ready to check process يعني هذي كلها تعدلات على الباتش على الشيب اللطيف هذا فان شاء الله اعدلت لها وشاء bug fixes causing vector archives turn to physical on death هذي ما هي ضروري عيزل الماو كاواليستر يا عيال والله هذا جيد جيد كاواليستر رينكتون الديناصور كده شكله زي لهذا هذا اظن مين هذا كنن super hero وكوغماو يا عيال شكله doggy dog كده والله اول واحد ان شاء الله هتنزلها يفلت عليها the following screen will be released الف الباتش هذا واذا هي هنتنزل في الاول يوم ولا بعدها بكم يوم طيب بعدين ضافوا كروماز داينو كنار مو كي مو اليستر مو اليستر حينزلوله برضو ياوا شوو شكل عيال cute احمد 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 قيوت ايزا كده عيال اله مرة جيدة مرة جيدة surprise امو برضو سواله كروماز ولله اذا كانت ايبريل سفول في ايبريل سفول بالصراحة مرة حيلة ان نزلت here في كل الحالات يا شباب فان احتمال تكون ايفرل سفول فاكرين رأيك دايما كل سنة في ايفرل سفول بديك واحدة كده حركة تضحك على تكون نافية فحنشوف وبكده يا شباب خلصنا باتش نوز 7.6 الله أعطيكم الصحة العافية لا تنسى أن تشاهدون وشارك لو أعجب ما ترى لا تنسى أن تشاهدون في تويتش كل يوم ساعة 9 ونصب بتوقيت السعودية يعطيكم الصحة العافية نشوفكم إن شاء الله في الباتش نوز القادم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة